السلام عليكم و أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتي مطبخ إيمان عاطف لو أول مرة تشوفيني مهتمة بالأكل الصحي اللذيذ وأكل الضيت ما تنسيس تشتركي بالقناة وتفعلي أول جرس عشان يوصلك كل إشعاراتي الجديدة وتابعيني كمان على صفحتي على الفيسبوك بنفس اسم القناة كل نهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض وصفتين وصفة حدقة ووصفة حلوة أول حاجة الوصفة الحدقة ديفتي راحة أول لذيذة جدا قليلة النشويات استخدمت فيها صمرة من البطاطا الحلوة والبطاطا الحلوة ما بترفعش سكر الدم ومناسبة إن شاء الله لمرضى السكري أنا جبت البطاطا 250 جرام غسلتها كويس وأشرتها وهبشرها طيب بديل البطاطا هي البطاطس فبس يفضل البطاطا لأن البطاطا هي المناسبة للضايت أكتر من البطاطس بعد ما بشرتها كده بالشكل ده هاخدها كده وهنزلها في الطبق ده وهنزل عليها بقى بطين بدرجة حرارة الغرفة وبما إن الوصفة هنا حدقة فهضيف مع البطين ملح وفلفل أسود وزعتر وكسبرة بودر وهقلب لحد كده تمام مكونات كلها واضحة البطاطا المبشورة مع البيض والملح والفلفل الأسود والكسبرة البودرة هنقلبهم مع بعض كمان ضفت هنا زعتر بودرة كمان بيحليها قوي دلوقت سهضيف زيت طبعا الزيت مش شرط إن انت تضيفي زيت جوز الهند ممكن تستخدمي زيت زاتون أنا استخدمت معلقتين كبار من زيت جوز الهند ومعي معلقتين كبار من الجبنة الشيدر المكشورة تحلي الطعم جدا وربع كباية من الميا أقلب كل المكونات دي كده كويس مع بعض بالمعلقة بعد كده بقى هنزل بدقيق الشوفين هنزل بتلت معلق كبار من دقيق الشوفين بس كده مش أكتر من كده هقلب شايفين عشان كده بقولكم إن هي قليلة جدا في النشويات هجيب بقى الصينية بتاعتي وهدهنها بالزيت وهنزل فيها بالخليط ده وهدخلها الفرن ممكن على فكرة تضيفه كمان قطع من الزيتون المخلش رايح الزيتون أو زي ما أنا هعمل كده أنا زينتها بالفلفل حبيت أزين بالفلفل الحرق والفلفل الأحمر اللي هو الألوان برضو من على الحواف كده بيديها طعم أجمل وشكل جميل دخلتها الفرن على حرارة 180 قعدت نصف ساعة وهتطلع بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي شايفين هي أصلا شكلها مشاهي ازاي يعني طعمها كمان جميل جدا أتمنى تجربوها ممكن تستبدله البطاطا الحلوة بالبطاطس ممكن تستبدله تلات معالق دقيقة شوفان بأي نوع دقيقة بتفضليه ده شكلها في النهية تحفة جميلة جدا طبعا في فطاير كتيرة جدا عملتها على القناة قبل كده هحطها كلها في صندوق الوصف أنواع بيتزا وطاير مختلفة أنتو الفطيرة دي على فكرة مش شرط قوي أن انتو تحطوه على الوش فلفل زي ما قلتلكم ممكن تضيفه زيتون مخلل ممكن تضيفه لحمة مفرومة معصدة تونة فراخ بس الفراخ طبعا شاورمة وتكون مستوية متقطعة زي تعطية شاورمة وتكون مستوية فهي تصلح كقعدة بيتزا كمين لكن أنا حبيت أن أنا أحطها على الوش حاجة بسيطة ويكون متوفرة عندنا كلنا يعني عشان لو عايزين ننفذها اللي هي الفلفل وده شكلها بقى بعد التقطيع حقيقي تحفة وطعمها رائع أتمنى تجربوها وتبعتوا لي سؤر تطبيقاتكم على صفحتكم على الفيسبوك بنفس اسم القناة تعالوا بقى مع بعض نشوف الوصفة التانية آآ الحلوة اللي أنا قلتلكو عليها برضو من غير نشوقيات بقى بس أنا ما ضفتش هنا شوفان خالص أنا هعملها من غير حتى شوفان ومن غير أي نوع من أنواع الدقيق البراوني آآ عملته رائع صراحة ومحدش خالص حس إنها من غير دقيق ومحدش حس بتعمل بطاطا هنا ممكن على فكرة نستبدل البطاطا آآ بالقرع آآ يعني في ناس مش بيبقى متوفرة عندها بطاطا ممكن آآ تسلقي القرع وتصفيه وتستخدميه بدل البطاطا تعالوا مع بعض نشوف الطريقة قد إيه سهلة وبسيطة وكمان لذيذة جدا من سؤالة لما تجربوها برضو دي هتعجبكو قوي قوي وكمان عملت آآ أنواع كيكات كتيرة آآ جدا صحية واللذيذة هي كمان هتبقى في صندوق الوصف و هتظهر لكوك فيديوهات مقترحة مع فيديوهات الفطير الصحية والبيتزا نفس الشيء هنا هستخدم برضو البطاطا الحلوة متين وخمسين جرام من البطاطا الحلوة نسلتها وقشرتها بالشكل ده و هبشرها فيه ناس بتقول لي ينفع ان احنا نستخدمها هنا في الوصفة دي تكون مسلوقة مفيش مشكلة اسلقيها واستخدميها هبشرها آآ بالبشر بالمبشر بالناحية اللي هي دي مش النعمة قوي دي للناحية اللي هي الوسط بالشكل ده هتبقى بعد البشر تقريبا كوباية ونص من البطاطا آآ انا بقى هجيب طبق تاني كده و هعمل فيه ايه هحط فيه بالطين بدرجة حرارة القوضة و هنزل عليه هم بمعلقة من القهوة على معلقة من المياه يعني انا جبت معلقة من القهوة ده وبتها في معلقة من المياه وكمان طبعا هنضيف فانيليا وضفت كمان معلقتين كبار من زيت جوز الهند او اي نوع زيت عندك استخدميه هينفع بردو هنزل كده زيت جوز الهند بعد كده هتضيف عشرة جرام من السكر البولر لان الوصفة هنا حلوة ممكن نستبدل سكر البولر بعسل النحل و معايا كمان كاكايا وخام غير محلة هستخدم منه ثلاث معالق كبار من الكاكايا والخام الغير محلة هنقلبهم مع بعض كويس جدا وطبعا زي ما قلتلكم هنضيف فانيليا لو حابت تضيفي ارفة آآ ممكن على فكرة هتليق معيها برضو بس انا بحب دايما نكهة آآ الفانيليا مع القهوة ضفت هنا فانيليا هقلب لحد لما الخليط يبقى زي خليط الشوكليت كده هنزل بقى بالبطاطا اللي انا بشرتها واقلب هجيب بقى قالب وهنزل فيه بالخليط بعد ما قلبه وهدخله الفرن على حرارة 180 هيقعد نص ساعة الوصفتين دول جمال جدا للناس اللي عايزة تخس او لمرضى السكر او لمرضى حسيت الجلوتين لان طبعا الوصفة الاولانية فيها تلات معالق كبار من الشوفان وفيه انواع شوفان كتير جدا في الاسواق من غير جلوتين ممكن على فكرة نستبدل الشوفان باي نوع دقيق خالي من الجلوتين ازا بتحبوه هنزل بالخليط شايفين بيبقى شكله عامل ازاي وصفة البروني دي رائعة وناس كتير الحمد لله جربتها وعجبتها جدا هدخلها بقى الفورن على الحرارة 180 هتاخد نص ساعة هي سعراتها كلها 650 سعر بتكفي تقريبا اربع افراد انا هحط على الوش بس انكسرات كده لنكتازين اختياري متخيلين هي كلها 650 سعر يعني لو هنقسمها على اربع قطع وهنفطر بربعها يعني مثلا انتو لو هتقسموها على اربع قطع ما شاء الله القطع هتبقى بحجم الكف ممكن تفطروا القطع مع فنجان القهوة فطر مشبع ولذيذ وصحي ومن غير اي ان هو من انواع الدقيق من غير نشويات ما بيرفعش سكر الدم ده شكلها النهائي احطلكم في صندوق الوصف ان شاء الله كل انواع الفطير الصحية والبيتزا اللي عملتها وكمان كل انواع الكيك الصحية والبروني اللي عملته قبل كده اتمنى الفيديو يكون عجبكو ويا رب ما يكونش ممل بالنسبة لكو واشوفكو على خير ان شاء الله فيديوهات جديدة قريب وما تنسوش اللايك وشير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة